موسيقى اسم امينة باطمة حجاها موسيقى كيف تبعنا الخبر لإضافة أربعة أشهر في حكم الفنان المغربي موسيقى كيف تبعنا الخبر أو كيف تلقينا الخبر تلقينا الخبر؟ أنا صراحة أنا عرفت استناف ممكن يكون فيه النقد الإبرام ممكن يكون فيه النقد الإبرام وهذا شيء اللي وقع على ما أظن أنا يلا سمعت من مصدر ربما ما وتوقبيه أن المسألة طلعت النقد الإبرام في هاد الساعة وصافي ما عارش أولدي ما عارش شنو هدي نقول فهذا الموضوع لأن بالفعل احنا عانينا فيه وخيطر اللي طرق هاد شيء اللي واقع يعني ليلة يا الله محمد رسول الله دونيا كانت ضحية تعليقات دونيا كانت ضحية تعليقات أو حسابات ما بيننا كنت تعرف هذا العالم دي الفن نرا فيه مشاكل كتير أوليدي دونيا كنت بعته أحد المجال آخر لمثلا مجال علمي كنتظن ستكون مرتاحة ولكن العالم الفني دائما فيه أشواك ودروب كاملة فيه ما تبغي تخرج منشي دربك تلقى درب مسدود خستك تقلب على منين تخرج هذا اللي نقدر نقول والله يدير تاويل تعالخير صراحةً ما نقولش مصدومة ولكن الله يدير تاويل تعالخير كانت مفاجأة كانت مفاجأة ولكن أنا بحكم أن عندي زوج ديالي رجل عنده إلمان بهذا الأمور بريباراني شحال هذي قال يرا ممكن إلا الاستيناف كان ضدها ممكن طلع النقض الإبرام هذا كان شوية مريحني أنا نفسانيا كنت تمنى لو هاد الوقفة ديالتكم كانت تكون مثلا على السيرة الداتية على العربي ولا سي محمد ولا عبد الرحيم الزجال ولا على دره الأخوتي الأخرين ولا عليها أحتي ولكن قدر الله عادي والله قسماً بالله أنا بالنسبة لي أنا مألمة إلى أبعد الحدود ولكن كان آمن بقدر الله ممكن هذا شيء يبغى الله والمكائد البشر أو الثاني الله يدير تاويل تعالخير أوليتي أولاً 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 وللناس اللي بغين الدنيا يعني الضمار كفانا ضمار كفانا ضمار كفانا ضمار المغرب كامل مخنوق كفانا ضمار كفانا ضمار كفانا ضمار حول ما بين عبار الله، ها حرب فنية، نادبها بنت خوية صوتها زوين بزيف، صوتها زوين ولكن ما تليش كان قدر قاع نسمع لها لانا كدرني خاطري كان بغين نسمع لها ويا مثلا ما عندها لها مشاكل في حياتها أولا مني كان شوفها كان بكي، بلا ما تغني كان شوفها كتبكي، كان بكي في خاطري أكيد، 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 دنيا طلعت للصحراء وازات رأيت المغرب دنيا وطنية وعزاليها المغرب في الدم دي على هك كل ما يوشاء ويوقال على دنيا من جانب الوطني أنها مثلا يرمى شيء وطنية كده 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 هذه كدرة وكلام دنيا عزاليها المغرب إلى أبعد الحدود ودريها درافات والله دنيا حمي مقادرية من نوع اللي يمكن ديك طيبوبة ديالة وديك بنتباب الله وكأداء يمكن يالي عفوية إلى أبعد الحدود يمكن يالي خلاتها تطيح في هذا الفخ دنيا ماشي حريمية والله طيق بي يا وليدي دنيا دنيا كيف تبرك معها عارف كتعرفها مكاملة بيها ابتسام عندها المارس في مارس يمكن تخرج سكينا حيث هذه الأشياء والله أنا ماشي خاجوة لزعم أنا ماشي ماناش بهذا الموضوع لأنه عزيز علي يا صدر بي وقدر الله كان آمن بي قدر الله أنا كان آمن رغم أن هذا الكلام اللي سنقول شوية رجعي ولكن كان آمن بويل لمن أشارت إلي الأصابع ولو بالخير ممكن 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 لأن دنيا كنت دارت في حل بعض الفنانات اللي فرص ما لهم العجاب وما كتعرف عليهم والو وهذا ممكن كرة ما تحتفادوكو دنيا لا دنيا كانت كتشارك الناس كل شي دا كشي دياله نعم وليدي مرحبا نعم لإذن كبير في المغرب وفي المغرب وفي المغرب عامل ماذا تعلن دنيا مستة؟ عشنا نقول الناس اللي كتشوف بأننا مستة وأنا شوف أنا ما أنا كنخاف غير من الله عز وجل ماشي كنقول هاد الكلام يعني غادي تسمى منمق أو حبا في دنيا ولا فخويا الله يخليلي يا ولا مراته أنا بعدها كتشرفني دنيا بالزاف وأنا ماشي حشمانة أن دنيا ترى لي هاد الشي لأن كل شي الناس متعرضين لابتلاء كل شي الناس متعرضين لكوارث ما بالك انتذا باشوف الطبيعة ديك النهار كنا نعسين فقنا القيناة الدار بدا دراري كيديرو لسكي على النموسيات وعلى كيتلاحوا من فوق طموبيلات كيف هذا هو القدر ممكنش أنا ولدي بعدها صدقوني ولو الناس متلا تعقب ودقول كذا هادي ولا هادي أنا بالعكس أنا أقسم برب العيبات كنتشرف بنت خويا أنا كنشوف كإنسان أنما ذاك الموضوع بين هو بين السوشيال ميديا ولا بين حتى القداء شي القداء اللي ذا با زاد عليها هذا ربع شهور ذاك شي أنا عندي فيه كامل ثقة أنا عندي كامل ثقة في القداء صدقني أنا ماشي كنتملق للقداء لا إلا تزادت هذهك ربع شهور أنا عندي الثقة الكاملة في القداء ونبينا عليه السلام والله أوليدي حبيبي صدقني أنا فرحانة حي الدنيا في حياتي أنا دنيا كنموت على بنت خويا عزيزة عليا كإنسانة كإنسانة دنيا تعرضت المواقف صعيبة بزاف ولكن كنشوف لا 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 أنا ما كنشوفش من داجح لا لا ما كنشوفش من داجح أنا كنشوف البر بالوالدين البر بالوالدين هذه كإنسانة ضريفة بزاف مع والديها حنينة في العائلة ديالها مع أخوالاتها مع العائلة الله أعطيها الرضا والله يسهل عليها والله يفك جرا نمفهم حنش قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلعشين يوتيوب بارتاجيوا الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي اشتركوا في القناة